خوية مدير مجمع صحي جاي القاه مسيل في مئتين مليون خليلهم مليار الموضوع فيه لبس فما قصة معنيتها تخدمت مهيش بحيرة فيه مكشوفة على الأخر لكن كل مسؤول يحافظ على ميل العموم كما حافظ عليه خوية تنصره بخير كوصل حتى السيدة اللي يقول لها قولت حارش بيته وتروح ففتح معنيتها تحقيق في الموضوع انه فما شبهت فسيت هذه قصة المجمع الصحي افتعلت ودبرت بليل موضوع اليوم قضية تلاعب المال العام في المجمع الصحي بزغوان ملف فيه 15 موقوف فيه اهام بجريمة فساد وتدخلات من اشخاص نافذة والدعاء بمحاربة الفساد وتوجيه الابحاث هذا الكل بش نحاول ونتابعوه ونفهم جزء من الحكاية مع الناشطة في المجتمع المدني ألفا العبيدي شقيقة محمد علي العبيدي المدير السابق للمجمع اللي تم ايقاف وهو عدد من الإطارات في القضية عسلامة مدام ألفا لو كان تحكينا كيفاش بداية القضية متاع المجمع الصحي بزغوان هيا بصراحة أهلا وسهلا بكم ساعة شكرا على الاستضافة بركة الله وفيكم أول حاجة نحب نقول اينا راني عندي ثقة في إطارات بلادي الأمنية والقضائي مش نبدأوا واضحين معنى نجم نشكك في حتى حد ولكن الموضوع فيه لبس وفيه كيفاش بديت الحكاية وكيفاش بديت القصة خويا توقف نهار ستة نوفمبر مشي بسقيه مقتنع عنده ثقة في القضاء وامتثل أمام سيد قضي التحقيق وفي النهار هذيك خويا مازال في التحقيق لحداش متاع الصباح ويشيع ويقال حول وين المجمع الصحي أنه وقع أصدرت بتاقة إذاع في خويا في وقت اللي هو صار التوقيف بعد الوقت هذيك دونك فما أطراف في الموضوع فما قصة معنيتها تخدمت مهيش بحير فيه مكشوفة على الأخر خويا وقع أنه وخرج من إدارة المجمع في سبتمبر وطلق وطلقات معنيتها صارت الباساسيون بنيته هو ومديرة المجمع الصحي هذيك واللي صار أنه بدأوا في تصوير الوثائق من هار 6 أكتوبر ولنا ما يفيد ذلك كي لميهوا كمية كبيرة معنيتها من الوثائق مشيت تحرقت بحث الملعب معنيتها الملعب البلدية ومرت الدورية صدفة فوجدت دورية الأبحاث والتفتيش معنيتها فرقة الحرس يعني وتحية للشرفاء من الأمنيين صدفة وجدت طابع المجمع الصحي فتوجهوا إلى النيابة العمومية اللي يقال أنه أقنى خطر فوتوكوبيهما يعني ما همش الأصل الأصل موجودين في المجمع الأصل موجودين معنيتها في الإدارة في الوزارة يعني اللي بيش يحرق رو يحرق الأصل ولي بيش يحرق ما يحرقش بعد مخرج مشهر من الفونكسيون وبحث الملعب يعرقهم في دار وفي بيته وما يشوفوش الجن الأزرق معنيتها ففتح معنيتها تحقيق في الموضوع أنه فما شبهت فساد وبدأ معنيتها باحث البداية في أسلوبه المعهود والمعروف لأنه مش أول مرة هو يستعمل الترهيب والتهديد والوعيد والهرسلة وهرسلة نساة والعنف اللي صلته عن نساة كوقت أنا في البريود هذيك اللي بدا فيه هو التحقيق ادخلت بسيفتي كناشطة في المجتمع المدني كجمعيتي مهتمة براف العنف عن النساء ما ادخلتش خاطر وقت أخويا كلمت للقاعة وممكن هذيك اللي زدد معنيتها خليته معنيتها ينقم أكثر كلمت للقاعة حكيت لهم على تصرفاته القاعة وصلتني بالمركزية وعندي ما يفيد والمركزية وصلتني برئيس الفرقة كوقتها وصار بينتنا حوار وقالي أنا اللي بش نوعدك أنه يتم البحث في إطار القانون واحترام الإجراءات واحترام القانون مرعني نهار 26 أكتوبر مازالت نفس المعاملات ونفس الهرسلة فتوجهتي للتفاقدية بالعوينة وغادي أنا قلت شنو اللي صار مم حتى السيد اللي تلقى مني معنا من تحياتي لي قال لي اللي بش يخرج بعد شهر ما يحرقش وثائق وفوتوكوبي وما يحرقش بحث الملعب ويكون معناتها حاريس به نقوله أحنا إلى حد الآن ماشيين وش نقد ونمشيوا بالقانون السيد هذي يا باحثي البداية معناتها وقع مسائلته فكي رجعها للسيد وكل نيابة ورجعها مستاء واتهمني أنا بلي أنا قاعد نحب نواجه الأبحاث يعني اللي فيك الرد وفيه تعرفش كالقصة هذيك وقع استدعاء جميع المضنوني فيه من نهار واحدة وثلاثين أكتوبر وفعلا وقع الهرسلة بأكثر حدة وتبكي أم ولا تبكي أمك وصل حتى السيدة اللي قول لها قولت حرش بيتها وتروح أنا بتبيعت وتليفوني معناتها يسجل أعملت كان بيديت حجة في كلامها لكن أنا مستعدة بش نجيب كلامها معناتها فيه معاينة وقع الاحتفاظ بجميع من المضنوني فيهم وهذيك الصدمة الكبيرة إنه يقع نشر مازال تريز مينوت البحث مازال موجود عن بحث البداية في الفرقة ويهبط أرتيكل مضروب بالسيفود يقول المدير الجيهوي إنه هو معنيتها اللي علم سلطة الأشراف وسلطة الأشراف علمت لسلطة الأمنية في وقت المحذر ما عادش فما حرقان معناتها تجاوزناي حكاية الحرقان المحذر ولا إنه فما معلومة مؤكدة جيت ما نسقوش مبينة بعضهم للأسف شديد وقت لي جلسوا في المحطة معناتها متاع مدخل زاغوين ما نسقوش كوميلفو معناتها أخطاء صارت بالجملة ما قالوش إنش بش نقولك كيفش بش تفتح المحذر وإنتش بش تكتب إلى آخره يعني اليوم القضية اللي هي قيد البحث في المحكمة الابتدئية بزاغوين تم إثارتها من قبل المدير الجهوي للصحة بزاغوين وهذا يغم هذا ما نشره في جوهر أف آم وفي زاغوين تي في وكان مواصل هو كما دخلناش معنا موضوع القضية كنقول شبهة فساد شنية موجود في الملف متاع قضية زاغوين اللي تم فيها إيقاف أكثر من 15 موقوف في القضية والله كنت جي تشوف هي معناتها شنية موجود موجود أنه يقال فما تدليس في الفواتير يخي تدليس ما فماش مراقب مصاريف ما فماش مسؤول معناتها على الفواتير هذيك ما اكتشفوش وخويش دخله في الفواتير خوي مدير مجمع صحي جاي لقاه مسيل في 200 مليون خليلهم مليار وخدم بما يرضي له ومشهود له بالكفاءة شم دخله في الفواتير هو ما يخدمش الفواتير هو تصحح تجير رابع ولا تجير خامسة معناتها فما مراقب مصاريف فما مسؤولة عن الفواتير هذيك ممثلة مراقب المصاريف الموجودة معناتها هي كأقباضة موجودة في المجمع الصحي اللي هي تقوم بخلاص المزاودين وبخلاص المقاونين شم دخل خوية في الفواتير يعني ميزانية المجمع وقت اللي اخرج المدير المجمع السابق خلا في الميزانية مليون دينار ما يقالب معناتها مليون دينار اللي هنف وين معناتها شبوات الفساد إذا كان فهم الميزانية فيها معناتها لا قالك هو مش خدامة كاكا هو قالك نقينا نصرف بموجب معناتها هو دجاف المستشفى المحلي بالكريب ميزانية 800 مليون معناتها رد المستشفى هذيك عبارة مصحة كان كل مسؤول يحافظ على مل العموم كي ما حافظ عليه خوية تنصري بخير لكن أنا مثلا هنا شو نقول عملوا مكافحة معناتها الفساد اللي أطلقها سيدة رئيس الدولة بنية صادقة وبي معناتها بجدية هما معناتها قلبوها وليت اينا شنوها نعمل نحب نعمل البوز نحب خذوها كينها تندانس كينها موضة جديدة هاي نحب نعمل وفي الحقيقة فهم الفساد حقيقي يراه بالمليارات ولانه ما يفيد بذلك يعني مانيش بش ندخل في التفاصيل لاني أنا نراسل معناتها أهل الذكر وليهمهم الموضوع هذه قصة المجمع الصحي افتعلت ودبرت بليل من أجل التمويه والإهام انه احنا رانا قاعدين نحاربوا في الفساد بينما المسؤول هذيا مشهود له بالكفاءة وخليلهم مليار لقاهم وسيل في مئتين مليون خليلهم مليار المدير الجهوي للصحة اللي اينا نعيب عليه وقلي انتي عندك منشور سيدة رئيس سيد وزير الصحة يقول لك راك ما تنشر حاجة اللي ما ترجع بالنظر لإدارتك اللي انه هو تحدى وانشر اللي هو يقول اينا لاحظت انه فما فساد خطر هو ثمانية شهور وهو يكتب فيه لانه والوزارة ما سمعتش لك الطرهات اللي هو يبعث فيها فافتعل القصة هذية امتع حرقانة وريق ومبعد اينا بلغت يعني شكشوك لازمها فرقة مختصة وراس منحاس بش يفضها هالخبيله هذي يعني اليوم القضية هذية حسبك لامكنتي هي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية بزغوين او انكم معنا تطالبتم انتم من جاتكم انه يتم توجه القضية نتوجه له بالتحية طالبناه نهار واحد نوفمبر قلنا له راو فما خلل في الاجراءات كيفاش تم استدعاء خويا ماذا بينا انها تخرج من يدين بحث البداية هذية راو قاعد يتصرف في معناتها راو فما توجيه ابحاث راو فما هرسل راو فما فما وقابلت اينا بعثت لسيدو كي الجمهورية بعثت له اشعار يوم 3 نوفمبر فسرت له فيه وعطيته فيه المعطيات الكل معناتها ما لديه من معطيات وقابلته ومشكورة على استقباله لي وقتله مذابية انها تمشي الفرقة مختصة وخلي البحث يجيب اذا كان خويا عنده معناتها خروقات للقانون واسرق مال العموم واهدر مال العام يتحمل مسؤوليته لكن بعدها من الشخص ذاكة اللي احنا عليه معناتها احترزنا عليه وشكينا به شكينا به منهار 23 اكتوبر حتى وصلنا بلغنا عليه في التفاقود الا انه هو روحاتها كان بشي يشوف عمال ويزيد عمال انت تقوله اغفى عند حدك طبق القانون لو فما خلل في الاجراءات وعمال هو على قدام وعمال معناتها يحرك ويحرش في القوضات ويقلب فيهم علينا وصيرتوا علينا انا ماشي في بيلو انا معناتها ونحتج لا 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 انا نحتج على قل التطبيق القانون ونحتج على ناس ركبة على الحدث وعلى الرغبة الحقيقية معناتها الرغبة الحقيقية السيد رئيس الجمهورية في مكافحة الفساد ويصطنع وصطنع القصة هذه معناتها لا لشيء الا للتمويه والاهام بجريمة فساد انتي مادام ألفا معتها اليوم معتها رفعت قضية في الايهام بجريمة وفما معتها اضعاءات بانه فما توجيه للأبحاث هل فما معتها وثائق تثبت للكلام هذية وتثبت معتها نفام توجيه للأبحاث احنا عنا بداية الحجة دي ما عندك بداية حجة ما تنجم وقتلي تلقى انتي الكلام الموجود في المحذر شيء وما نشير شيء آخر وفما كلم يقول مثلا انه وقع اقاف 15 عنصر كذا وكذا ومديم المجمع وتلقاها نفس الكلام اللي في المحذر زيدا منشور لدي الصحافة تفهم اللي فما قصة مفتعلة وفما بز حابينوا يسيروا فما معنتها رأي عام وتوجيه للرأي العام والابراز انهم هما الناس يحاربوا في الفساد بينما هما قاعدين يخبيوا في الفساد الحقيقي بينما هما قاعدين يفتعلوا ويبينوا سيد رئيس الدولة انهم هما مع المسار وما تصحيح المسار في العكس هما يضروا في المسار بالطريقة هذيك وقد جيت طيش ناس في الحبس وتحط مدير مجمع مخليلك مليار بدون حجة وبدون بين وحتى نلقالك وحتى نفركس ونخرج خبراء ونزيد نخرج الخبراء معاهم السيد بحث البداية على أساس انه هو يحميهم وتقولوا عنده وثائق نور مال مو هي خرجت للتحقيق ما عادش هذي بحث البداية وحنا شكينا لك منه وحطينا فيه معناتها وفما فيه شكيات مفتوحة مرسميا ما زالت تمشي ببطء خاطر موضوع المجمع فيه ساعة معناتها جد حتى النار اما كي انا نجي نقول لك وفما ايهام وعايت للناس عاود عايت للمراقب المصاريف عاود نادي للناس اللي تهرس معناتها اللي شانتي هذوما هالشانتي هذي مايفوتش عشرة واثناشن مليون كيفاش يعطي خمسين مليون وهو الشانتي مايخذو بعشرة مليون فما لازم تكون فما جيها مختصة وجيها تتصنط ما تسمعش لباحث البداية لانه عرفة بتوجيه الأبحاث ولانه هو بيده مورط في مواضيع طوال بحث يجيبوك هاو اذا كشو لاني ممكن نطرحوا تساءل شني فايتو باحث البداية من توجيه الأبحاث وقت لانه نلقى التندانس ونلقى انه سيد رئيس دولة يحكي يطلق صيحة فزاع على الفاسدين شنو نعمل وانا عندي مصلحة بالفاسدين الحقيقيين لاني نتمعش منهم النجم بين قوسين يعني موجودة القصة شنعمل اينا لذر الرمادة على العيون باش نقين اني اني بالمكشوف في الظاهر اني اينا نحارب في الفاسيد ولكن في الباطن انا اكلي نبكي مع 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 السيرح ونأكل انتي كناشتة في المجتمع المدني اليوم شنية الرسالة متاعك وما تلبك للصولات المختصة في موضوع ايقاف او في موضوع شبهات الفاساد بالمجمع الساحي بزرون الساحة تثبتها بحث بداية داخل على الانترنت يلوج على الصفقات ويقول راو شيرين اغلى فما يعني صارت بحث بطريقة ما فيهوش مختص يقول بحث البداية قالت المتفقدة انه الالات هذه غير سوية قال المتفقد متاع البنائت اللي ما فهم ماش بنائت قال احنا نمشيو على قال احنا نمشيو على البينة والحجة ويقعد معناتها المظنون فيه الصالح ومعناتها انك انت حتى تثبت ايدينتو اما نحط الناس في الحبس باش نعملوا تندنس ونعملوا احنا نحاربوا في الفساد والفساد الحقيقي متخفي وراء قضايا سمحني في الكلمة بين قبسين رايب ودورو معناتها التصرف اللي قاعد يصير ما عنده حتى معنى انك تجي تهرس الناس تهددهم بالمناة تهددهم بصغارهم وهذا موفق وفيه معاينات ومباش انت تعمل قصة وبازو تخرج للاعلام كما جيتش انا نفهم في القانون ووقفتم عند حدهم باش يعملوا معناتها بازو كبير يوجه رأي العام وشاكين ومازال يحاوس ويدور على فكرة